إلى ملف اليمن وأعدة الأمل حيث حققت قوات الشرعية اليمنية بإسناد من قبل طيران التحالف العربي تقدما جديدا حيث حررت ست مواقع في جبهة نهم وسبع قرى بمدرية أرحب فيما شنت طائرات التحالف العربي غارتين على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية وذلك في العاصمة صنعة كما قصفت مقادلات التحالف العربي مجمع العرضي لوزارة الدفاع التابعة للانقلابيين في العاصمة المزيد من التفاصيل في تقرير مرسلنا من عدن ياسين أرضوان تطورات متسارعة تشهدها ميمانة جبهة نهم شمال صنعان حررت قوات الشرعية على إثرها ستة مواقع جديدة فيما باتت سبع قرى بمديرية أرحب تحت قبضة الشرعية لتطل أخيرا على نقيل بن غيلان الاستراتيجي التقدم جاء بعد عملية نوعية لقي على إثرها ثلاثين من الميليشيات مصرعهم مقابل أربعة من قوات الشرعية تزامن ذلك مع مقتل سبعة في مقبن بتعز وكذا مقتل ثلاثة من المتمردين في جبهة يعيس بمريس شمال الضالة غرب مركز مديرية موزع هناك تمكث قوات اللواء عشرين أيضا القوات تقدم إلى غرب الحريري في منطقة يختل حاليا هناك تدور اشتباكات عنيفة طيران التحالف يشن قارات عنيفة على ميليشيات الحوثي مستهدفا تعزيزاتهم وأيضا أسلحة ثغيلة من هدبابات مغاتلة التحالف العربي صعدت بقصفها لكلية ونادي الشرطة ومجمع العرض ومبنى وزارة الدفاع بصنعاء كما دمرت خمس عربات وثلاث مدرعات للميليشيا في نهم ومحيط أرحب إضافة لقصفها مواقع في صعدة ومأرب وتعز واستهدفت قوارب في الحديدة تقوم بتهريب الأسلحة للميليشيا وعلى صعيد مكافحة الإرهاب لقي ثلاثون عنصرا من القاعدة مصرعهم إثر غارة أمريكية على معسكرهم بغيفة في البيضاء إلى ذلك اقتحمت قوات النخبة الشبوية الحوطة وكر القاعدة بشبوة والمحفدة بأبيان في المحفد وبفضل الله سبحانه وتعالى قامت أبطال المقاومة التدخل السريع هناك بقيادة القاعدة البطل أبو اليمامة بمداهمة واكر كبير يعتبر معمل للمتفجرات التابعة للقاعدة وفي ذي ناعم بالبيضاء ارتفع عدد قتل الميليشيات إلى عشرين قتيلا وعشرات الجرحة تحركات سياسية حذيثة وأخرى ميدانية بين مسؤولي التحالف العربي ومسؤولين في الشرعية هذه التحركات لا تشي إلا بقرب اتخاذ قرارات حاسمة وفاصلة لردع الميليشيات الانقلابية ياسين رضوان لقناة الشارقة عدن